أكتر حاجة طبعاً شغل الرأي العام وشغلنا كلنا حتى كمواطنيين طبعاً هو كأس الأمم الأفريقية واستعدادات الوزارة لاستقبال هذا الحدث المهم جداً بالنسبة لنا كلها طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم كأس الأمم الأفريقية يمكن الإنجاز أن مصر اتنظمه في خلال الثلاث شهور بعد استخراج الخطاب الضماني الحكومي الأخير الذي رجح كفة مصر لنفوز بهذه البطولة وتنظيم هذه البطولة الهمة بعد اعتذار الكاميرون أو بعد تعثر الكاميرون واعتذار دولة المغرب الشقيق كان لنا الحمد لله نصيب أن نحن نفوز بهذه البطولة وتنظيمها في مصر البطولة رقم 32 إن شاء الله سيتم حفل الافستاح يكون في نيو المقبل على استاد القاهرة إن شاء الله سيكون مفخرة الاستادات على مستوى العالم الاستعدادات على قدم وساق من خلال اللجنة المنظمة بالتنصيق ما بين اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من خلال الدكتور أشرف صفح وزير الشباب والرياضة والتواصل المستمرة مع هاني أبو ريدا رئيس الاتحاد المصر للقرية القدم وأيضا رئيس اللجنة المنظمة نعم كمان سمعنا في استعدادات زيادة أول مرة بتتعمل في مصر منها مثلا الشاشات الكبيرة اللي هتكون موجودة في أماكن في ميادين عامة في الشوارع هتكون متاحفين تقريبا في الأماكن اللي هامة زي إيه؟ احنا نتكلم الأول عن الاستادات اللي هتستضيف فعاليات البطولة طبعا لازم عرف منك الاستادات بالتأكيد استاد القاهرة استاد السلام استاد الدفاع الجوي دعا في القاهرة بالنسبة للمجمع اللي هتبقى في القاهرة عندنا استاد الأسكندرية واستاد السويس واستاد الإسماعيلية كل هذه الاستادات سوف تستضيف مجموعات البطولة إن شاء الله 24 منتخب من قارة إفريقيا هتنافسه ويتباره للحصول على لقب البطولة رقم 32 إن شاء الله يونيو ويوليو المقبل الاستعدادات الخاصة بالاستادات بدأنا بوجهات الاستادات المداخل ومخارج الاستادات البوابات المرافق الخاصة بكل الاستادات توسيع المقصورة الرئيسية الخاصة باستاد القاهرة أيضا رفع كفاءة الاستادات الأخرى سواء استاد السويس أو استاد الإسماعيلية واستاد الأسكندرية إن شاء الله هيكون الاستادات مش هنقول بقى بتنفس أوروبا إن شاء الله ممكن كمان تفوق استادات أوروبا وفقاً لللي تم إعلان طبقوا الاستعداد الأمني الاستعداد الأمنية طبعاً على قدم وصف طبعاً طبعاً يعني خطاب الدمان الحكومي اللي خرج هو فيه تعهدات بكل ده نعم هيكون فيه بردو سمعتني فيه بساطة بتوصل الجمهور بيتوصلوا مثلاً من الأماكن الاستاد لبرة أو الأماكن مثلاً مادي العام أيضاً هيتم بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل راحة الجماهير المصرية من أجل مساندة المنتخب المصري إن شاء الله نتمنى أن يفوز بهذه البطولة وعايز أقول لحضرتك كمان ونقول لسادة المشاهدين هناك إيمان قوي من القيادة السياسية بأن الرياضة أصبحت أمن قومي ده مهم جداً والرياضة أصبحت داعمة للاقتصاد الوطني والرياضة مش بس قوة ناعمة لأحد من قاومات الدولة الشملة كل هذا بيؤدي في الأخير إلى الدعم الكامل من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الجمهورية بهذا المجال الهام اللي أصبح له شكل عن ذي قبل الرياضة الآن أصبحت لها دور كبير في دعم التنمية في مصر أكيد أرجع لسؤال الشاشات الشاشات هتبقى موجودة بس في الأماكن مثلاً لها حوالين الاستادات زي ما كنا بيشوف مثلاً في بطولة كاس العالم للفرسيا ولا هتبقى فيما يدينه في أماكن يمكن ما فيهاش استاد مقام بمباراة الشاشات هتكون في الساحات هتكون في مراكز الشباب هتكون في كافة الأماكن اللي بيبقى فيها تجمعات جماهرية من أجل أيضاً يعني فيه مش كل الجماهر هتخش الاستاد يعني هتحضر المباراة في الاستاد ولكن احنا هنوفر كل ده لأهلنا في كافة جميع محفظات الجمهورية من خلال الساحات زي ما قلنا ومن خلال مراكز الشباب ودور وزارة الشباب ورياضة في ده هيكون دور كبير جداً 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 فيه توفير شاشات عملاقة تأتي سيراً لكافة المواطنين من أجل المتابعة لمنتخب مصر وكافة المنتخبات